بما انك دخلت على الفيديو مش هتخسر حاجة لما تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة فعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل الاخبار الجديدة من قناة مساء الاخبار اهلا بكم في قناة مساء الاخبار النهاردة هنتكلم عن توقعات بسنت يوسف خبيرة التاروت وعلمة الفلك لتوقعاتها لعام 2021 واللي كانت في لقاء مع عمر اديب في برنامج الحكاية واحنا اختصرنا جزء من اللقاء وان شاء الله في فيديو جاي بكرة عن بقية اللقاء واهم التوقعات للدول العربية والعالم في عام 2021 لكن يا ريت قبل ما نبدأ في الكلام لو انتوا لسه مشتركتوش تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات علشان توصل لكم فيديوهاتنا الجديدة اول باول ويا ريت تعملوا شير ولايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس يلا بينا نبدأ الفيديو ونقول اولا سألها عمر اديب ايه هو التاروت ده في ناس كتير ما تعرفش التاروت ده عبارة عن 78 كارت ليهم اشكال ورموز ولما بتجتمع الرموز دول مع بعض بيعملوا مشهد وبيتم تفسيره على هيئة التوقعات هي عبارة عن مترجمة او وسيط مش اكتر لتلك الكروت وبالنسبة لالفين وعشرين مش هتتكرر تاني احنا خلاص يعني قعدناها لكن هتفضل معانا في اول شهرين من الفين واحد وعشرين شهر يناير وفبراير لانهم بيعتبروا ديول لسنة الفين وعشرين وهم هيبقوا اسخف شهرين في السنة اللي جاية ده بالنسبة لأول حاجة وتكلمت كمان عن اول شهرين وقالت ان هيحصل فيهم حاجات غريبة ممكن تحصل زي مثلا لو قلنا مثلا الكائنات الفضائية ممكن تنزل الارض فهو بتتوقع لو هيحصل كده هيحصلوا في اول شهرين يعني معنى الكلام ان في حدث ضخم او حادث الله اعلم او في مفاجآت ضخمة او هزات ضخمة في حاجات غريبة هتحصل وحاجات مش شرط تكون سيئة لكن تكون غريبة ومش اول شهرين بس نقدر نقول ان هم مستمرين لحد مثلا منتصف شهر مارس او شهر مارس كمان ده بالنسبة لأول تلت شهور في سنة الفين واحد وعشرين وفي ناس كتير ايضا اتكلمت عن بسانت يوسف خصوصا في التقاء كوكب زحل والمشتري اللي كان في واحد وعشرين ديسمبر الماضي وسألها تاني عمر قديم هل هيغير حاجة في السنين اللي جاية او في سنة الفين واحد وعشرين قالت الالتقاء ده بيحصل كل تمنمية سنة وخصوصا حصل من متين سنة تقريبا وده هيغير الانظمة في العالم تماما لأكتر من متين سنة جايين من تطور او نظام كنا متعودين عليه قبل كده يعني الفين واحد وعشرين هتكون سنة فرقة وغريبة وهنشوف فيها العجب يعني قالت من متين سنة تقريبا لما حصل الالتقاء ده بدأنا نشوف السورة الصناعية واكتشافات البترول وتغيير في المناخ والاحتباس الحراري وتغير كلي بمعنى ان هذا اللقاء الجديد هيخلي العالم يتغير يعني من متين سنة قلنا كان فيه ثورة صناعية فالمتين السنة اللي جايين هيكونوا فيه ثورة تكنولوجية وابتكارات جديدة وسألها عمرة قديب سؤال مهم جدا هل ناخد اللقاح كورونا ولا لأ فقالت لأ لازم ناخد اللقاح لانه هينفع مش هيدرك حتى لو ما عملش مفعوله اللي احنا كنا مستنيينه هو مش هيدرك ومش هيعملك حاجة فلازم انتاخده هينفع بمعنى اصح واتكلم برضو قاله هل كورونا هتنتهي في 2021 قالت لأ كورونا نقدر نقول العالم هيقدر يحجمها شوية في انتشارها هيوقفها شوية من قوتها وحدتها لكن مش هتنتهي في 2021 هتنتهي في عام 2022 واتكلمت وقالت ايضا حاجات تانية كتير وسألها ايضا عمر قديب عن قطر ودول الخليج هيحصل فيه مصلحة ولا لا قالت فيه تواصل هيحصل وهنسمع عنه وهيبقى فيه اختيارات وشروط هتبقى مفروضة على قطر لو تقبلتها قطر هيكون فيه مصلحة معاها والموضوع هياخد وقت وفيه تفاصيل كتير وفي النهاية هيكون فيه تصالح وتشارك وشيء مصمر هنشوفه في 2021 و2022 وبالنسبة عن وضع اردغان في 2021 قالت هيبقى مسيطر اكتر او ممكن العكس الورقة اللي هي طلعتها في التاروت قالت بتنفع الاتنين وعنده حاجات كويسة هتحصل لكن بشكل محدود ومش هيكون مندفع في قراراته وفيه مصلحة وهتجيله وهيقدم نفسه بشكل مختلف للعالم وهيقدم فكرة انه هو مش متعدى على حقوق الغير وهيحاول يقدم نفسه بشكل مختلف علشان يقل شوية من العقوبات المفروضة عليه ومش هتكون سيئة عليه في المجمل اما عن جو بايدن رئيس امريكا القادم قالت عنده مشاكل كتير وصراعات داخلية وهيبقى مقيد ومحدود ومش عارف يعمل ايه بالزبط وفيه قرار او موضوع هيبقى موجود في سنة 2021 في امريكا وهيقسم البلد نصين في انقصام كبير في البلد وهيعمل مشاكل كبيرة ومش هتخلص قبل شهر 6 يعني في الاخر قالت انا عندي اردوغان هيكون وضعه افضل من وضع بايدن في العام المقبل واتكلمت عن علاقته مع مصر واسألها علاقة بايدن هتكون عاملة ازاي مع مصر قالت هتكون هتبقى جيدة وهتبتدي جيدة جدا لكن فيه اطراف هتتدخل وهتعمل توتر ما بين العلاقات الامريكية والمصرية في عام 2021 لكن التوتر ده هيبقى محدود ولكن العلاقات هتبقى بشكل عام جيدة بالرغم من وجود التوتر ده وليست ضاغطة وسياسات جو بايدن هتكون مختلفة تماما عن ترامب واوباما في التعامل مع الدول العربية وكمان اتكلمت عن وجود هنشوف فيروسات جديدة وهنشوف صدمات وكوارث طبعية في 2021 و2022 و2023 ان احنا داخلين في مرحلة جديدة وكل مرحلة جديدة بيكون فيها كوارث وفيها حاجات جديدة العالم اول مرة يشوفها فهي متوقعة ان ده يحصل فلما سألها عن وضع مصر من تلك الكوارث قالت هي من دراسة الزوايا للتقاء من حوالي 20 سنة او من قبل كده قالت ان كانت مصر في الستينات او العشرينات كان وضعها كويس جدا فمعنى كده ان ما نقلقش على مصر او وضع مصر من تلك الكوارث او الفيروسات او الصدمات دي واتكلمت بشكل عام عن الابراج انا هخلتها في الاخر لان الناس ساعات فيه ناس كتير مش بتبقى مهتمة اوي انا هقول لكم عمتا قالت ان هناك اربع ابراج حظهم كان وحش جدا في 2020 وتعبوا وشالوا فوق طاقتهم لكن حظهم هيتغير وهيرتاح وهيبقوا ملوك 2021 وهم السرطان والميزان والحمل والجديد هتبقى حياتهم هستنقلب في 2021 للافضل لان بنسميه ابراج اصلا منقلبة لان بتتغير فيهم فصول السنة اما الابراج الاعمدة التور والاسد والعقرب والدلو هيشوف شوية مشاكل في 2021 لكن طبيعة الابراج دي في حد ذاتها قوية وقدرتها على المواجهة اكتر والمشاكل لما بتحصلها بتقدر انها تحول الضغوط والمشاكل لفرص يعني ما يقلقوش برضو مش هيبقى حظهم وحش للدرجة زي الابراج التانية في 2020 هيبقى في شوية مشاكل لكن هيقدروا يواجهوها اما الابراج الاخرى الاربع التانيين الجوزاء والعزراء والحوت والكوس عندهم اوضاع هيلة في 2021 وكوكب الحظ السنة دي هو برج الدلو اه وهو برج نقدر نقول هو برج الشعوب والخير وهيبقى فيه شوية مشاكل وتفرقة لكن لان كوكب زحل في برج الدلو في سنة 2021 لكن عمتا سنة 2021 نقدر نقول عليها بسبب وجود برج الدلو فيها هيبقى فيه شوية خير والشعوب هتبتدي تساعد بعضيها علشان تقوم بعض من الازمات والمحن اللي احنا فيها وتكلمت ايضا عن الايام الصعبة خلال السنة اللي المفروض الناس تاخد بالها من نفسها فيها جدا قالت اه من ستة يناير لتلاتين مارس فترة مشاكل وقلق خصوصا في ستاشر وسبعتاشر وتمنتاشر وتمانية وعشرين وتسعة وعشرين وتلاتين مارس بلاش نطور او نندفع او بلاش نوعد وعود ما نقدرش نعملها وتكلمت ايضا ان في شهر فبراير ايه عشرة وحداشر وتناشر وخمسة وعشرين وستة وعشرين وسبعة وعشرين فبراير لو عندك مشروع جديد او عندك حاجة لازم ان تاخد فيها قرار مهم حاول انك تأجل فيها قراراتك شوية آآ وايضا آآ بتحذرك ان في الايام دي في خطر حواليك من اي قرار ممكن تاخده وفي شهر ابريل برضو الايام الصعبة الموجودة من اتنين وعشرين لتلاتين ابريل وفي خمسة من تمنتاشر مايو لغاية تلاتين يونيو وايضا من عشرين يوليو لغاية سبعة وعشرين يوليو ومن تمنتاشر للتلاتين سبتمبر ومن يشرين لخمسة وعشرين اكتوبر ومن سبعتاشر لخمسة وعشرين نوفمبر ومن واحد لغاية سبعة ديسمبر دي هي الايام الصعبة خلال سنة الفين واحد وعشرين لازم انتاخدوا بلكم آآ من نفسيكم مش معنى كده هيحصل مشاكل او مصايب لقدر الله لكن نقدر نقول الايام دي فيها شوية قلق واخد بالك من قراراتك فيها وتحاول ان انت ما تندفعش فيها وهي بتقول ان مواليد العشرة ايام الاخيرة من كل شهر هتحصل لهم حاجات جميلة واحداث مميزة خلال عام الفين واحد وعشرين ده كان كل كلام آآ بسانت يوسف في الجزء الاول من لقائها مع آآ عمر اديب في برنامج الحكاية وفي جزء تاني لتوقعتها ان شاء الله لأهم الدول والاحداث اللي ممكن تحصل في الفين واحد وعشرين استنونا في الفيديو اللي جاي ان شاء الله وما تنسوش تشتركوا في القناة فعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم اشعارات الفيديوهات الجديدة اللي بتنزل شكرا واشوفكم ان شاء الله في لقاء جديد